وينضم إلينا من لندن الضابط السابق في الاستخبارات البريطانية فليب إنغرام سيد إنغرام أهلا وسهلا بك معنا هذا الممر الحيوي الذي يمر فيه 20 ألف سفينة تقريبا كل عام هو منطقة جيوسياسية وتجارية مهمة الجانب البريطاني كان أعلم بأنه تصدى لطائرة مصيرة كانت أيضا تستهدف حرية الملاحة في البحر الأحمر وها هو الجانب الأمريكي يعلن التصدي لأربع عشر طائرة مصيرة هذا رقم كبير جدا كيف ترون تصاعد التهديدات في هذه المنطقة بالنظر إلى ردود الأفعال عليها التهديدات في المنطقة كانت تزايد هناك عشرة بالمئة من التجارة الدولية التي تمر عبر ذلك المضيق للانتقال إلى قناة السويس والتأثير الذي أحدثته الهجمات ليس فقط المسيرات ولكن على سفن التأثيرات عظيمة على الملاحة الدولية الأولياء المتحدة أسقطت أربعة عشر مسيرة من خلال يؤسس كارني وأسقطوا ثلاثا وستين مسيارة في الأسابيع الماضية والمملكة المتحدة أسقطت واحدة والفرنسيون فالفرقاطة أيضا أسقطت مسيرتين هذه عملية دولية لإبقاء الملاحة الجوية مفتوحة وحمايتها من الحثيين تابعين لإيران الحثيون أعلنوا بأنهم سيستهدفون أي سفن متوجهة لإسرائيل بغض النظر عن بلدانها ذلك ردا على الحرب الدائرة الآن في غزة والهجوم الإسرائيلي على غزة كيف يتلقى الجانب الغربي هذه الرسائلة وهذه الرسالة من جانب الحصيين والمحملة بعمليات بالفعل تقوم بها هذه الأطراف جماعة الحوثي واستهدافات تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر هناك أمران الأول هو التأثير على التجارة الدولية والتجارة التي تأثرت خاصة في الدول الغربية والدول الأخرى أيضا في الشرق الأوسط وغيرها من المناطق وهذا طبعا تكون له تداعيات دولية والأمر الثاني هو أن ما يفعله الحوثيون هم طبعا قد يحاربون في اليمن ويقاتلون فليس لديهم أي مصلحة في محاربة إسرائيل إلا إذا تم إجبارهم من قبل داعميهم أي إيران لتهديد الملاحة الدولية في المنطقة وخاصة لو أن مثلا الحوثيون برسائلهم وينبغي إرسال رسالة من المجتمع الدولي لإيران بأنه لا ينبغي التسعيد في المنطقة لأن هذا سيزعزع استقرار ليس المنطقة فقط ولكن العالم ككل وبالتالي هنا الجانب الغربي يعني الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تتعامل أو تنظر إلى هجمات الحوثي باعتبار بأنها موجهة من الجانب الإيراني كيف من الممكن هنا أن تفك الدول الغربية هذا الاشتباك هذا أولا ثانيا التعامل هنا مع إيران كيف يمكن أن يتم بالنظر إلى قدرتها على تهديد الملاحة في البحر الأحمر نتحدث عن شركة ميرسك الددمرقية العملاقة أوقفت عملياتها البحرية شركة أيضا هابغغ لويد الألمانية أوقفت عملياتها وأخيرا شركة سي ام اي سي جي ام الفرنسية تنضم إلى هذا الركب أعتقد بأننا بدأنا نرى تسعيدا أكثر وينبغي أن يكون هناك أيضا رد تسعيدي فإذا كان هناك حضور عسكري لتحذير إيران ولوقف إيران من أن تنخرط مباشرة بنفسها والحوثيون إذا لم يتوقفوا فأرى بأن هناك احتمالا لضربات جوية ربما تطلق عليهم وتكون هناك رسالة واضحة حضور السفن الحربية الدولية وإسقاط المسيرات طبعا تؤدي عملها بفعالية وأيضا لتضعف طبعا قدرة الحوثيين على اختطاف السفن كما رأيناهم يفعلون وكتسعيد طبعا فالأمر دائما خطير وربما سيكون هناك تسعيد أكبر في المنطقة والجميع لا يرغب في ذلك أيضا واحد من أهم الأسئلة سيدي التي تسأل من خلال أذرع إيران في المنطقة والتي تقوم بهذه العمليات لا ننسى أن الحوثي قاموا بتوجيه طائرات وصلت إلى إيلات إلى هذا البعد وهي قادرة على ليس فقط يعني زعزعة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر ولكن في المنطقة بأكملها إلى أي مدى قادر إيران على الضغط على متخذ القرار أو على الجانب الأمريكي في ملف غزة الذي تضعه الآن نصب عينيها يعني إيران تقول أن كل ما سنفعله الآن أو طبعا أذرع إيران تقول أن كل ما نفعله الآن من عقاب للأطراف التي تتعاون مع إسرائيل في إبادة غزة هو يأتي من هذا المنطلق ما مدى قدرة إيران على تحريك القرار الغربي في ملف غزة بهذه الطريقة إيران لا تحاول فقط دفع الحوثيين لمهجمة إسرائيل فهناك هجمات أخرى من ميليشيات تابعة لإيران داخل العراق وداخل سوريا تهاجم القواعد والمصالح الأمريكية وخاصة خلال الأسابيع الماضية وهناك أيضا حزب الله اللبناني الذي تدعمه إيران في جنوب لبنان والذي أيضا شن حوالي خمسة أو يشن خمسة عشر هجوما على الأقل يوميا ضد إسرائيل في تلك المنطقة ثم هناك إيران التي تدعم حماس أيضا وإيران لا تتحرك فقط في المنطقة القريبة فهناك إرهابي حماس الذين اعتقلوا في ألمانيا وهولندا والدنمارك وكانوا يخططون لهجمات في أوروبا هناك خطر كبير بأنه سيكون هناك تسعيد خارج المنطقة وربما سنرى زيادة في ربما محاولة السفن لحماية نفسها الألمان يتحدثون مثلا عن مثل هذا الخيار طيب هنا ما هي الإجراءات برأيك التي ينبغي أن تتخذ بشكل مجتمع بين الأطراف التي تعنيها وطبعا جميع العالم يعنيه حرية الملاحة في البحر الأحمر وأمن هذه المنطقة ما الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ بالنظر إلى الوتيرة المكثفة والمتسارعة جدا لهجمات الحثيين فيها أعتقد أن هناك مجالين ينبغي اتخاذهما والأول هو بناء الثقة وتقديم دعم أكثر وأمن أكثر للمنطقة ولذلك بدأنا نرى سفن حربية غربية توجد هناك وليس فقط الغرب فالصينيون أيضا أرسلوا سفن حربية في مناطق قريبة لمحاولة حماية المصالح الصينية لأن كثير من البضائع تأتي إلى الصين من هناك المجتمع الدولي يريد أن يظهر بأنه سيحمي الملاحة ويؤمنها وهذا سيدعم طبعا بنشاط دبلوماسي والحديث مع إيران لمحاولة وقف إيران من أن تستمر في دعم هذه المجموعات والمتمردين الذين ينظمون الهجومات كيف سيكون نجاح هذا الأمر علينا أن ننتظر لنرى شكرا جزيلا لوجودك معنا ضيفنا من لندن الدابة السابق في الاستخبارات البريطانية سيد فليب إنجرام